بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله واسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين نسألين وصلوا على النبي ودوك ساعة نديروا ليه بويسي ونديروا اش نخصكم اش نجول هنا الله يكبر بيكم يكبر بينا وفيكم اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا لرجال ونساء الإعلام في هذه الندوة الصحفية التي ينظمها حزد عدالة والتنمية لتقديم مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة هذه المذكرة تم تقديمها رسميا في لقاء منذ يومين الأربعاء لماضي 29 أمبير أمام الهيئة المكلفة باقتراح تعديل مدونة الأسرة أريد أن أذكر بأنه هذا الموضوع موضوع مراجعة مدونة الأسرة بالنسبة للحزب يعني ليس جديدا الحزب كان صباقا منذ أن أثيرت منذ مدة منذ عدة شهور أثير النقاش حول مدونة الأسرة مجموعة من موادها وكذلك حول نصوص أخرى مرتبطة بالأسرة ومن ضمنها القانون الجنائي هنا في هذه الصفحة ركزت أولا أنه الأمين العام دير الحزب في عدة خرجات سواء أمام الأمان العامة أو في لقاءة حزبية منشورة للعموم كان دائما في تفاعل كذلك مع تصريحات ولسيما لمسؤولين رسميين على رأسهم وزير العدل ورئيسة مجلس وطني لحقوق الإنسان في بعض القضايا التي نعتبرها قضايا قطعية أو قضايا التي نعتبر أن إثارتها يشكل بالنسبة لنا استغرابا كان دائما يثير هذه القضايا ثم إن الأمان العامة في هذا الموضوع في موضوع مدونة الأسرة بالخصوص وتفاعلا مع النقاشات التي كانت في السحة العمومية وتفاعلا مع بعض التصريحات التي كانت تصدره من بعض المسؤولين أصدره 11 ربايان من 18 يونيو 2022 إلى آخر بايان في 14 أكتوبر 2023 أصدره 11 ربايان قلت إما في التفاعل أو ردا على بعض التصريحات الغريبة التي كانت تصدره إما من مسؤولين حكوميين أساسا وزير العدل أو من رئيسة المجلسة الوطني لإنسان كذلك كان هناك جوج ديال البيانات رسمية البيان ديال الربعة غشة 2022 هذا بيان كان تفاعلا مع الخطاب الملك السامي ديال عيد العرش 2022 واللي عطى فيه جلالة الملك الانطلاقة لهذا الورش ثم البيان الأخير ديال 14 أكتوبر 2023 وكان تفاعلا مع الخطاب الملك السامي في افتتاح الدورة الشريعية والذي كان فيه شق يهم الهوية الوطنية ومقوماتها ثم إن الحزب نظم ندوتين في الموضوع 6 نوانبير 2022 وفجوج أبريل 2023 وأصدر كتابا على إثر ذلك تحت عنوان مدونات الأسرة والإنهانات المراجعة كذلك منظمة نساء العدالة والتنمية أصدرت في هذا الموضوع أربعة بيانات أصدر مكتبها تنفيذي أربعة بيانات ونظم عدة ندوات عبر ربوع المملكة المعنى ديال هذا التذكير هو أن الحزب اهتم بهذا الموضوع منذ الإرهاسات الأولى منذ أن بدأت تظهر في الساحة إما بعض المواقف الغريبة وإما مواقف رسمية التي أعطت الانطلاقة لورش إصلاح مدونات الأسرة فكيف ما قلت 11 بيان ديال الأمنة العامة ربعا ديال البيانات ديال المكتب التنفيذي ثم عدة ندوات إما نظمها الحزب وإما نظمتها المنظمات نساء العدالة والتنمية الآن سأمر إلى تقديم لمذكرة حزب العدالة والتنمية في شقها الأول كما قدمها أمام اللجنة هذا التقديم تم وفقها أربع محاور المحور الأول هو أهم المكتسبات لواجب تحصينها المحور الثاني هو الاختلالات والسلبيات التي وجبت صحيحها لنسهل الأمور المحور الأهد الأولا وثانيا سيكون جزء صفحات على أبعاد تقدير لأنه سيكون بتركيز شديد لأن الذي يهمنا في هذا العرض هو ما يتعلق بالمحور الثالث هو المرجعية والمرتكزات التي نرى من منظور حزب العدالة والتنمية أنه ينبغي أن تحكم الإصلاح المرتقب ثم المحور الرابع الذي هو مقترحة حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالمحور الأول قبل ذلك كيفش نطلقنا؟ نطلقنا ابتداء من خطاب العرش سنة 2022 لجلالة الملك قال فيه وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام فإنها أصبحت غير كافية لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق أهدافها إذن هذا كان خطاب جلالة الملك الذي أعطاه من خلال انطلاق لورش مراجعة بعض البنود مدونة الأسرة والذي سنرى من بعد المواضع التي حددها جلالة الملك والعنوان البارز لهذه المواضع ثم في 26 شتنبير الماضي 26 شتنبير 2023 الجميع يعلم من خلال الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى السيد رئيس الحكومة حدد جلالته منهجية الاشتغال بحيث ارتأى أن يسند قيادة عملية التعديل بشكل جماعي ومشترك لمجموعة من المؤسسات الرسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النيابة العامة رئاسة النيابة العامة المجلس العلمي الأعلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثم مؤسسات أخرى ولكن بالإضافة إلى ذلك دعا هذه الهيئة المكلفة بإعداد مقترحة تعديل مدونة الأسرة دعاها إلى الانفتاح واعتماد مقاربة تشاركية وواسعة في هذا الإطار حزب العدلة والتنمية قياما بواجبه الدين والوطني ونهضا بمسؤوليته التاريخية في الدفاع عن الأسرة في سياق عالمي يتسم بالهجوم على الفطرة الإنسانية واستهداف هوية وخصوصيات مختلف الشعوب وفي إطار المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية والمنهجية التشاركية التي حددها جلالة الملك حفظه الله يقدم الحزب منظوره بخصوص هذا الإصلاح أول شيء بالنسبة لمكتسبات نحن بالنسبة لنا من أننا رجعنا للتاريخ ديال مدونة الأسرة سواء في فترة ديال الحماية أو من بعد في بداية الاستقلال مدونة الأحوال الشخصية وصولا إلى سنة 2004 فاش تعدل مدونة لحوال الشخصية وصبحنا تنتكلموا على مدونة الأسرة القيناة أن هناك خيطا ناظما ومكتسبا كبيرا ينبغي الحفاظ عليه في هذه المرحلة الحالية المرحلة هي المراجعة مدونة الأسرة أول هذه المكتسبات أن الأمر بالنسبة للمغاربة لا يتعلق بإصلاح شريعي عادي هذا ليس نصا قانونيا عادي هذا نص قانوني يمثل بعد الدستور أهمة شريع يجسد مدى ارتباط المغرب بمرجعيته وهويته الإسلامية وحرصه على سموها كما ورد ذلك في دستور المملكة مما يجعل من مدونة الأسرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عنصرا محددا لاستقرار النظام الاجتماعي وأحديث ثوابته إذن هذا الأول الثاني أن الخيط الناظم لهذا المصار التاريخي لمسألة الأسرة أن المغرب استطاع في نفس الوقت في نفس الوقت أن يعالج في كل مرة الإشكاليات العملية المطروحة في إطار هذه المرجعية بما يحقق مكتسبات للأسرة بكل مكوناتها وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت يصمد ويتجاوز كل الضغوطات التي لا تتلأم مع مرجعيته وهويته أي كان مصدرها كانت هذه الضغوطات من الداخل أو من الخارج ثم الثالثة وهذا كذلك أساسي هو في كل محطة من محطة إصلاح شؤون الأسرة كان دور جلالة المالك بصفته أمير المؤمنين دورا محوريا انتصارا للمرجعية الدولة وكان كذلك سمود التيار المنتصر للمرجعية الوطنية وللرأي العام وكذلك سمود الرأي العام الشعبي الشعب المغربي المسلم عاملا أساسيا في استيعاب الضغط الخارجي والحد منه إذن هذا هو أمر ناظم كان دائما في كل المحطات التي تعني شؤون الأسرة واستطعنا بفضل الله وبفضل هذه المحددات أن نحافظ على نظام الأسرة داخل المرجعية الإسلامية وفي إطار ما يفتغيه الشعب المغربي المسلم ثانيا قلنا ما هي الاختلالات والسلبيات التي وجبت صحيحها جلالة المالك في خطاب العرش ثم في الرسالة الملكية إلى السيد رئيس الحكومة حدد جلالته حدد أن الذي ينبغي أن يتم إصلاحهم الاختلالات والسلبيات المتعلقة بالتطبيق الميداني وبالعمل القضائي فإننا انطلاقا من هذا التوجيه وانطلاقا من تقرير رسمي هو التقرير من المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صدر في يناير 2023 حول القضاء الأسري قام بدراسة لمدة خمس سنوات من 2017 إلى 2021 وخرج بمجموعة من الخلاصات بعبارة عن أرقام وبيانات ولكن في نفس الوقت انطلاقا من الملفات التي عرضت على المحاكم ما هو السبب هذه الاختلالة؟ في تحدثوا عن أسباب هذه الاختلالات في نفس الوقت انطلاقا من هذه الأرقام أولا قضايا الأسرة تحتل واحد الرقم كبير واحد نسبة كبيرة من ضمن القضايا المدنية المسجلة أمام المحاكم في النسبة القضايا الأسرة 40% من القضايا المدنية المعروضة عن المحاكم الخلاصة الثانية التي يأتي بها التقرير أنه هناك تراجع كبير على مستوى الزواج ولا سيما إذا ما قرنناه بالتزايد السكاني وبالنموط الديمغرافي للفئة الشابة بل فئة المعنية بالزواج إذن تسجيل تراجع كبير المسألة الثالثة تفاقم حالة التفكك الأسرين ناجم عن الطلاق مقارنة بالزواج واحد الرقم يلخص كل هذا حينما يتم إداع مئة طلب للإذن بتوثيق الزواج مئة طلب للإذن بتوثيق الزواج يوضع مقابله 50 دعوة للطلاق والتطلق 100 دعوة للزواج و50 دعوة للطلاق والتطلق ثم داخل هذا الطلاق والتطلق الذي احتل المكان دعوة الصدارة هو طلاق الاتفاقي والتطلق للشقق لماذا ركزنا على هذا؟ لأن التطلق للشقق هو المستجد الذي أتت به مدونة 2004 التطلق للشقق هذا مستجد وأصبح هذا التطلق للشقق يحتلوه في هذه الخمس سنين هذه اللي تمت دراستها من طرف المجلس على السلطة القضائية يحتل 70% من مجموعة حالة الطلاق وإذا ازدنا عليه الطلاق الاتفاقي نصل إلى نسبتي تصل تقريباً 90% إذن الطلاق الاتفاقي والتطلق للشقق أكثر من 90% مسألة الخامسة هو ارتفاع عدد قضايا النفق تقريباً 30 ألف قضية نفق سنة 2021 سواء تعلق الأمر بمقدار النفق أو تعلق الأمر بعدم تنفيذ النفق مسألة الأخيرة فهذه الاختلالات التي أثبتها التطبيق المدونة هو تطور قضايا الحضانة المعروضة على المحاكم سواء تعلق الأمر بالحضانة في معناها العام أو القضايا المتعلقة بزيارة المحظون 2510 فيما يتعلق بقضايا الحضانة المعروضة على المحاكم تقريباً 1800 قضية تتعلق بزيارة المحظون في المقابل هذه بالنسبة لنا هذه هي الاختلالات والقضايا الحقيقية في المقابل هناك بعض الأمور التي تثار ويهول منها وتضخام ويركز عليها العدد ديالها والنسبة ديالها قليلة أولاً شكلت نسبة طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية من مجموع طلبات الإذن بالزواج 5% والاستجابة القضائية هذا الجوج ديال الأمور سواء الزواج دون سن الأهلية أو التعدد هذا الجوج ديال الأمور يخضع للإذن ديال القاضي يعني تمارس هذه رخص واستثناءات تمارس تحت المراقبة القضائية هذه النسبة الاستجابة ديال القضاء بالنسبة للزواج دون سن الأهلية لا تتجاوز 46% بالنسبة للتعدد نسبة الاستيجابة طلبات التي تتوضع لا يستجيب القضاء إلا في حدود 39% وتمت الاستيجابة يعني نسبة الاستيجابة من مجموع أدونات الزواج 0.66% يعني عندنا 6 في الآلف الحالات التي يستجيب لها القضاء فيما يتعلق بالتعدد إذن انطلاقا من كل هذا انطلاقا من هذه الاختلالات ثالثا قلنا ما هي بالنسبة للحزب شنو هي المرجعية والمرتكزات التي نبغي أن تحكم الإصلاح المرتقب أربعا دي الأمور أولا أن تلتزم التعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية لعدة اعتبارات أولها أن المغرب بمقتضى الدستور دولة إسلامية وبمقتضى الدستور الإسلام هو دين الدولة وبمقتضى الدستور الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها الثانية انطلاقا من هذه المرجعية الإسلامية باعتبار أن الأسرة في هويتنا المغربية الموحدة تنطلق من الأهمية الكبيرة التي أولاها القرآن الكريم للأسرة حيث أضفى عليها قداسة خاصة وحرمة متميزة وذلك من خلال ربطها بقضية الخلق وجعلها من الآيات الكونية وللفطرة الإنسانية ثم باعتبار أن الإسلام ارتقى القرآن الكريم ارتقى بالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى للنساء على الرجال إلى ضمن الرابطة الشرعية التي تجمعهما في الأسرة إلى مستوى من القداسة تناظر العهد الذي أخذه سبحانه وتعالى على النبيين يسمى هم جوج ميثاقا غليظة سمى العهد ديال الرجال على النساء ميثاق غليظ وسمى العهد الذي أخذه سبحانه وتعالى على النبيين بالميثاق الغليظ ثم كذلك نظرا للمكانة الكبيرة التي أولتها السنة النبوية الشريفة للأسرة وللمرأة وللرجل والحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال وعليش ركزنا على الالتزام بالتعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية للاعتبارات السابقة ولكن ربما اليوم أكثر من أي وقت مضى وهنا نذكر بجوج ديال الخطاب الملكي الأخيرة الخطاب الملكي ديال افتتاح دورة شريعية لتكلم جلالة الملكي قال وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم من تحولات عميقة ومتسارعة أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيام والمرجعيات والتخلي عنها جلالة الملكي يحدّر أو كما قال جلالته في خطاب عيد العرش في يوليوز 2023 أو في ظل ما يعرفه العالم من اهتزازين في منظومة القيام والمرجعيات وتداخل العديد من الأزمات معنى أنه اليوم مطلوب مننا أن نتمسك بمرجعيتنا الإسلامية وراسي عبد العزيز تكلم في الأول على الذي يقع اليوم في غزة باسم المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وباسم من يحمل لواء حقوق الإنسان والنساء والأطفال يسفكوا ديالتا بما أهم بمرجعية الكونية وبدعمين من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعمين من واشنطن وجونيف حيث يدرّسوا حقوق الإنسان للعالم أجمع المسألة الثانية أن تحترم التعديلات لمرتقابة لمقتضيات الدستورية قلنا الأول مرجعية الإسلامية ثانية المرجعية الدستورية المرجعية الدستورية أنا ذكرت بعض الفصول المتعلقة بالإسلام ولكن كي ينجوش ديال الفصول الفصل 32 من الدستور دقق في التعريف ديال الأسرة قال الأسرة هي القائمة على علاقة الزواج الشرعي ويربطها هنا بالمرجعية الإسلامية مباشرة الأسرة في المغرب هي أسرة مبنية على الزواج الشرعي ثم أعطى لهذه الأسرة الفصل 32 غاية الدستورية أساسية ونبيلة وهي الخلية الأساسية للمجتمع التي بها يقوم المجتمع وبها ينون المجتمع وأوجب على الدولة أن تضمن لها الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية وبالإضافة إلى هذا بالإضافة لها التعريف والهد الغاية والواجبة على الدولة وفي إطار الانفتاح ديال المغرب حدده وأطره الدستور قال حينما ننفتح على المواثق والاتفاقيات الدولية وما يسمى الممارسة الفضلة وما يسمى المرجعية الكونية رهما الشيء يعني الباب مفتوح على عواهنه هذه المواثق وهذه الاتفاقيات ينبغي أن يكون المغرب صادق عليها ثم أن يتم تنزيلها كل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة ثوابت الأربع وقواني المملكة إذن كين المعنى ديال الأسرة وكين نفتح المؤثر بالدستور النقطة الثالثة هو المرتكز الثالث وأن تحترم التعديل المرتقبة التأطيع والتوجيهات الملكية السامية جلالة الملك حينما فتح هذا الورش أضطره من الناحية المرجعية قال عدة مرات بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل محرم الله ولا أن يحرم محل الله هذا التأطير يعني يمنع ويجعل سدا منيعا بين المدونة وبين مجموعة من المقترحات التي تطرح خارج المرجعية الإسلامية ثم النقطة الآخرة هو جلالة الملك في آخر خطاب أمام البرلمان تكلم على أنه من بين الأمور التي تعتبر ضمن القيم الوطنية جامعة ومكونات الهوية المغربية الأصيلة أولها القيم الدينية والروحية وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي تنأكد على الإسلام السني المالكي لأننا سنعود لها فيما يتعلق بما يطرح من تعديلات والمسألة الأخرى أن جلالة الملك ركز على أن الأسرة ليست للمرأة وحدها وإنما الأسرة هي فيها مجموعة من المكونات المرأة والرجل والأطفال ثم ركز جلالته على أن التأهيل المنشود وهنا الموضوع ذي للتعديل التأهيل المنشود يجب أن يقتصر هذا كلام جلالة الملك يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضاء على مدى حوالي عشرين سنة إذن نحن بصدد الاقتصار على إصلاح الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي معنى أن المسألة المرجعية محسومة المسألة الرابعة والآخرة في المرتكزات هو بالإضافة إلى الإسلام والدستور والتوجيهات الملكية كي يلل المجتمع المغربي أولا هذه التعديلات ينبغي أن تعالج الاختلالة الحقيقية وأن تراعي المصلحة الحقيقية للأسرة المغربية والمسألة الثانية أن تحترم مشعور هذا الشعب وقناعته باعتباره شعبا مسلما وباعتباره أنه عبر عبر مجموعة من استطلاعات الرأي أنه يرفض بأغلبية ساحقة يرفض مجموعة من التعديلات التي تخرج عن الإطار والثوابت الوطنية الجامعة إذن انطلاقا من كل هذا مقترحة حزب العدلة والتنمية انطلاقا من المكتسبات التي تكلمنا عليها انطلاقا من الاختلالات التي قدمناها وبالأرقام والتي تهم أساسا إشكالية الزواج إشكالية الطلاق إشكالية النفقة إشكالية الحضانة وانطلاقا كذلك من المرتكزات الأربع التي ذكرنا بها الإسلام الدستور أمير المؤمنين والشعب المغربي المقترحة دينا مقسومة على ثلاثة دينا الأصناف أولا هناك مطالب يرفضها الحزب ورفضا تاما ثانيا هناك تعديلات يقترحها الحزب في التشريع بالنظر لاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة ثم هناك مقترحات تهم الإجراءات داعمة على مستوى السياسات العمومية والتنظيم العمل الخضائي المطالب التي يرفضها الحزب أولا الرفض التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع كما سبق التأكيد على ذلك وباعتبار أن المدونة الأسرة هي نص دو طبيعة خاصة ترتبط بالمرجعية الإسلامية وجودا وعدما وهنا تنتكلموا على الانفتاح تلقوا لدين الفتاح راه المغريب قدمت حفظات على الاتفاقيات وكذلك رفض مجموعة من التوصيات مؤخرا يعني اللي هي على يعني ليست منسجمة ولا تلتزموا بالمرجعية الإسلامية النقطة الثانية هو الرفض رفضنا لفصل المدونة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواطرة والمعروفة مصادرها باعتبار أن كيفما ذكرت قبيلة في الخطاب دي الجلالة المالك الأخير الإسلام السني المالكي باعتبار أن المذهب المالكي هذا مذهب تواثر عليه المغاربة منذ أكثر من 12 سنة ويشكلوا بالنسبة لهم وحدة مذهبية تحافظ على وحدة فيما لا نص فيه التدقيق دي الأقراء من عام تنتكلم عن المذهب المالكي فيما لا نص فيه يعني المدونة وهذا هو اللي كان في المادة 400 المادة 400 المدونة تبت في كل شيء وتدقيق حينما لا يكون هناك نص وهو اللي معمول به حتى في التشريعات في الخارج حينما تكون هناك فراغة تشريعية يلجأ أهل البلد إلى قواعد أخرى مكتوبة أو إلى العرف في المغرب يلجأ في الإطار المدونة الأسرة نلجأ إلى الأحكام الفقه المالكي الثالثة الرفض التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث هذه واضحة لن أفصلها فيها أكثر من ذلك النقطة الرابعة هو رفض حذف التعصيب التعصيب باعتباره مرتبط بنص قرآني كينة إشكالية عملية سيكون فيها مقترح ستفصل فيه الأستاذة سعدة بوسيف النقطة الخامسة هو تحصيب الحكم الشرعي في منع زواج المسلمة بغير المسلم هذا الكلام ليس شيء تنقله لأنه خرجت مذكرات مذكرات تطالب بالمساواة في كل شيء تدقل ما كيلا نص قرآن إلى وين كيلا المساواة الزواج اللي بغي تجوج بأي طريقة إلى آخر على ذلك شيء تحصيب الحكم الشرعي في منع زواجي في منع زواجي بغير المسلمة بغير المسلمة خمسة الخامسة السادسة عفوان هو رفض رفض أن لا يكون اختلاف الدين مانعا في الإرث من موانع الإرث الاختلاف في الدين فنحن نرفض أن يعني بشي تحيد هذا المانع السابعة رفض الإلغاء التام ورفض تجريم الاستثناء المتمثل في الإذن القضائب الزواجي دون سن الأهلية سيوضح من بعد رفض المنع التام لتعدد الزوجات باعتباره مرتبطا بنص قرآني واضح تاسعا رفض المساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج وأثناء عقده وفسخه تكلمنا على إباحة زواج المسلمة من غير المسلم هناك من يطالب بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميكانيكية في الولاية على الأبناء هناك من يطالب بالتسوية في اقتصام الأموال المكتسبة أثناء الزواج بدون وجه حق وفي سجل الآخر هذو الأمور التي نرفضها على علاقة مباشرة بمدونة الأسرة بقى وجوج دير الأمور ليست في مدونة الأسرة هي في القانون الجنائي ولكنها على علاقة بها تؤثر عليها وتتأثر بها على كل حال تعني الأسرة فالنقطة العاشرة هي رفض إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج الزنا بالمصطلح الشرعي تحت يافطات الحريات الفردية والحادي عشر رفض رفع تجريم عن الإجهاد وقتل الجنين بغير الحق باسم ما يسمى الحق في التصرف في الجسد إذن هذه محضاش ديال الأمور التي يرفضها الحزب رفضا باتا باعتبار ارتباطها بنصوص قرآنية قطعية الآن الأخت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية ستقدم التعديلات التي اقتروا الحزب بالنظر لاختلالات القانونية والقضايا ترجمة نانسي قنقر